اهلا بكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من حديث الأخبار أنا شادي شاش وحكون مع حضرتكم على مدار هذه الساعة نناقش من خلالها عدد من أهم وآخر الأخبار بالإضافة إلى فقراتنا الرئيسية والتي نناقش من خلالها تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل ونبدأ بعد الفاصل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حالياً في إعداد وتأهيل الكثير من العاملين بالدولة وخلال زيارة تفقدية لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى للتخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين مشيراً إلى أن الإصلاحات التي نفدتها الدولة ساعدت في صمود الاقتصاد نشاهد هذا الجزء من حديث الرئيس أكيد أنتم بتابعوا الأخبار وأكيد أنتم متابعين تدعيات الأزمة الاقتصادية اللي موجودة على العالم وعلينا هنا في فاصل وأنا يمكن المرة اللي فاتت لما تحدثت معكم أو تكلمت معكم قلت لكم إن إحنا بنحاول إن إحنا نخفف من أثار الأزمة دي واللي هي دخل الوقت في أكثر من ثلاث سنين يعني إحنا بنكلم في سنتين هو بقى كوفيد ناينتين وده كان ليه تأثير كبير جداً أيضاً على الاقتصاد في العالم كله وعلينا في مصر لكن إحنا صبتنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الإصلاحات اللي إحنا كنا عملناها اعتبر من 2016 طبعاً الأزمة الروسية الأوكرانية أيضاً لها تدعيات كبيرة جداً على الاقتصاد العالمي وعلينا إحنا كمان إحنا بنحاول نخفف من أثار الأزمة دي لكن بدون شك بدون شك هي أزمة وأزمة كبيرة جداً لها تأثير كبير على الأسعار وعلى سلسل الإمداد يعني كان لها ومازال تأثير كبير لكن إحنا نتصور نحنا كل يوم نكتسب قدرة على تطوير إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة إن شاء الله الأزمة دي هتعدي وحتعدها على خير زي ما كل أزمة بتمر على أي بلد وعلى أي إنسان في الدنيا بتعدي كما أكد رئيس السيسي على الاهتمام الكبير بعودة الاستقرار للسودان بأسرع وقت ممكن أزمة مهمة أوه أوه دلوقتي ودي على يعني معاشقائنا في السودان وده أيضاً أمر يعني إحنا مهتمين جداً جداً إن الأمور تستقر في السودان بأسرع وقت ممكن ودايماً بنقول دايماً بنقول عدم التدخل في شؤون الدول أمر مهم جداً جداً وتبقى لأن ده بيبقى ليه تأثير سلب جداً على استقرار هذه الدول وده دورنا وده كان موقفنا في ليبيا وكان موقفنا في السودان قبل كده ودلوقتي وحرسين على أن يعني الاقتتال اللي موجود ده يتوقف ويبقى فيه حل من خلال الحوار والتفاوض بين الأشقاء في السودان وللتحليل أرحب ضيفي عبر الهاتف الكاتب الصخفية الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور بعد التحية لك أستاذ أحمد إذن هذه الزيارة التفقدية للرئيس السيسي اليوم للأكاديمية العسكرية تحدث فيها الرئيس عن الأزمة الاقتصادية التي تأثرت طبعاً مصر بها هي نتيجة للأزمة العالمية ولكنه طمعاً المواطنين بأنها ستنتهي مثل غيرها من الأزمات كيف رأيت حديث الرئيس فيما يتعلق بهذه النقطة تحديداً؟ يعني أولاً تحية لحضرتك ولكل مشاهدينك يعني كلام من سيدة رئيس النهاردة عن الأزمة الاقتصادية وتدعياتها كلام مهم جداً لما رئيس الدولة يتحدث بهذا المضوح وهذه الشفافية فده يكون رسالة طمعانة للمواطنين أولاً أن رئيس الدولة هو أعلى منظف الدولة يتابع ويعلم تماماً تأثير الأزمة ويعلم ما يواجهه المواطنين أولاً أنه بيشرح للمواطن ويشركه ماذا فعلت الدولة لمواجهة هذه التدعيات سواء من جهود لتوفير السلع سواء من جهود لمحاولة تحقيق التوازن مثل طرح السلع في السلع بأسعار مناسبة لكن كمان هو بيقول بوضوح شريط جداً أنه آه بالتأكيد ما وصلناش اللي احنا عايزينه لكن على الأقل احنا تعلمنا وخدنا خبرة لمواجهة الأزمة صحيح وده يمكن وضح خلال الفترة الماضية من مثلاً قرارات إنشاء مخازن نفسستية للأجوية والاستلع والتجارة الاختارية شغالة بشكل قوي استراض لحوم من بعض الدول كل ده نتيجة التجارب والخبرة تكتسبتها ده صحيح وكل هذا لتخيف الأعباء يعني عن المواطنين طب وكل ده هدف المواطن وبالتالي النهات الرئيس بيتكلم بيخاطب المواطن يقول له أنا عارف حجم المعاناة وعارف حجم التدعيات اللي تتيجي عليك وأنا هذا أمر واضح جداً ولكن إحنا مثل كتين واطمئنه أن هذه الأزمة لن تستمر طويلاً وهتمر زي ما جرها مرة وده بيدينا رسالة تانية لازم كلنا نأخذ بالنا منها ولازم كلنا نكلم الباضي أولاً لازم نكون على ثقة تماماً بقدرات الدولة المصرية وقدرتها نتعدي لأن حالة المتشايمين أو محاولة فرض حالة من التشاؤم بيحاول البعض أن يفرضها على المصريين والإحباط لازم إحنا نأخذ بالنا من ده لا مصر قوية بصادها قوي بنمر بأزمة آه العالم كله بنمر بهذه الأزمة لكن تأكد أن اقتصادك قوي تأكد أن هذه الأزمة يتعدي وأهم حاجة دعمك وثقتك في دولتك ودعمك وثقتك لكيادتك أنها بتدير هذا الملف بنوع من الاحترافية ونوع من الرغبة في دعم المناطن والتخصيص عنه النقطة أخرى يمكن تحدث عنها الرئيس سيسي فيما تعلقت بالسودان ذكر أن مصر بالطبع بتدعم السودان تدعم كذلك الحوار الحل السلمي للأزمة هناك شدت أيضا الرئيس على مبدأ ضرورة عدم التدخل في شؤون البلاد الأخرى هي رسائل هامة وردت في حديث الرئيس يا أستاذ أحمد خلينا أقول لك أولا ما يتعلق بعدم التدخل في الدول ده مبدأ خلاص أصبح واحد من ثوابت الدولة المصرية التي ترفع وفع رئيس السيسي منذ أن تولى في الدولة أنه لا يمكن أبدا ولا تسمح مصر النفسها بنتدخل في الدول بل وتطالب الجميع أن كل دولة وشعب كل دولة هو اللي بيحدث أنت لما بنتيجي تدخل عند دولة تدخل في محاولة تحقيق السلام التوفيق ما بين الأطراف المختلفة وده اللي حصل في السودان هناك طرفين سواء عن الجيش السوداني ومنشي القوات التعمل مصر تدخلت في محاولة للتهدئة في محاولة لإيجاد مساحة للحوار وكان الرئيس واضح من أول يوم أنه دعا الأشقاء السودانيين إلى الحوار وأن الحوار هو القريق الوحيد للاستقرار السودان وللإفتلات من هذه الأزمة الرقم اتنين في تدخل مصر هو تخصيف المعاناة عن الشعب السوداني سواء من خلال استقبال الهارفين من الجعيم والرئيس الوحيد تحدث عن 200001 سوداني دخلوا أو شقيق سوداني دخلوا إلى مصر خلال الفترة الماضية فده مصر دائما كما قال الرئيس الحمد لله ربنا جعل مصر أمن وأمان لأي حد يقصدها مثل هذه الضروف ربنا يديم على مصر الأمن والأمن ويجعلهم دائما ملازل جل من يبحث عن الأمن والأمن رقم اتنين التنصيق على كافة المستوى الإقليمية والدولية صحيح ترشيل دخول الدعم للشعب السوداني يمكن آخر حاجة الاتصال من بين رئيس عبدالي حسيسي ومن بين أمير قطر من أجل توفير طرق لدخول المواد الإقليمية والمواد الدعمة للمواطن السوداني إذن مصر اتجاهها في ميسة هذه الأمور هو اتجاه تحقيق السلام في كل استقرار وإحنا هدفنا من أول لحظة المصرية ماضحة جدا إحنا طرف فيه وإحنا بنساند طرف ضد طرف إحنا بنساند الشعب السوداني تحقيق استقراره وتحقيق أمان أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الكاتب الصخافي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان المشترك عن تبنيهما للطالبة المتفاوقة من طلاع ماد والتي حصلت على المركز الأول في المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كل أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفاوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة يأتي هذا بناء على تكليفات الرئيس السيسي بتبني الطالبة تعليميا دعما لتفوقها العلمي طبعا زي ما عودنا الرئيس على اللفتات الإنسانية العظيمة تجاه أبنائه جاء هذا التوجيه الرئاسي لتبني الأكاديمية الوطنية للتدريب وأيضا مؤسسة حياة كريمة لهذه الطالبة المتفاوقة الطالبة مننا عماد واللي وجه التحديات يعني يمكن القول إنه لو وجهها حد غيرها ما كانش حق النجاح ده سواء على الصعيد الأسري أو المادي هي كلها موضوعات صعبة عانت منها هذه الطالبة وأيضا يعني كان هناك كثير من المعاوقات والمشاكل اللي وجهت هذه الطالبة من انفصال للولدين إلى يمكن طرد من المنزل هي بتعيش حاليا الحياة في بيت خالي تقريبا من الأتات ولكن برغم كل هذه الصعاب بل والمستحيلات يمكن كمان ماهتمتش بهذه الظروف ركزت على مذكرتها ركزت على تعليمها قدرت إنها تنتزع المركز الأول على المرحلة الإعدادية بنقول ألف مبروك لمنها دايما بالتوفيق وإن شاء الله مستقبل باهر منتظرك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام النهاردة تم تتشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس وتصهم طبعاً هذه المخازن الاستراتيجية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي المزيد معنا على الهاتف الدكتور أحمد أبو يزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس أهلاً بحضرتك دكتور كيف ترى أهمية هذه الخطوة في تعزيز زيادة المخزون السلعي من المنتجات على مدار العام؟ يعني زي ما حركت فضلت النهاردة كان حدث مهم جداً يخص وضع بنية أساسية وحجر أساس لمخازن استراتيجية تم الكلام ده النهاردة في محافظة السويس وبيتعمل على مساحة عشر أفدان زي ما حركت فضلت باستثمارات تبلغ حوالي واحد ونصف مليار دين لما هنتكلم على المخازن الاستراتيجية دي أهم الدعائم اللي خاصة بتنظيم التجارة الداخلية داخل مصر والحفاظ على الأمن الغذائي زي ما حركت فضلت بهدف رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي اللي هو فرد سيكوريتي الدك الاستخدام هذه المستودعات من خلال منظومة في الواقع هي كان بتتم ومخطط لها تم لها مراحل هذه المراحل بتتسم بأن البنية الأساسية الأولى هي عمل بورصة مصرية خاصة بالسلع هذه البورصة المصرية اللي خاصة بالسلع تتبع جهاز التجارة الداخلية برعاية ورئاسة الدكتور إبراهيم العشماوي وعشان دي تمنع دخول وسطاء وتمنع حدوث احتكار في الأسواق وتنظم عملية تداول السلع فالبورصة دي عشان نضمن أن يحصل فيها تداول لكل السلع على مستوى كافة ربوع الوطن في المحافظات فكان لازم يبقى عندنا مخازن استراتيجية وهذه المخازن هتتولى تخزين السلع الغذائية تمت الصنع والجهزة وبعض الخامات كمان اللي بتخش لاحتياجات المصانع ودي طبعا بتتخزن وفك مواصفات عالمية تتوافق مع أحدث النظم عشان نقلل من الفاقد لأن احنا في ظل أزمة غذاء عالمي لابد يبقى عندي ترشيد في السلع والحفاظ على جودتها ومنع تلفها عشان أقدر أتدولها طول فترة السنة لما هنتكلم النهاردة على مخازن استراتيجية ده يعني سلامة الحفاظ على سلامة وجودة المنتجات يعني أن يكون هناك تأمين لمخزون استراتيجي عالي من المنتجات الغذائية على مدار العام وليس في موسم الإنتاج فقط يعني مضاعفة المخزون الاستراتيجي وتقليل الهدر والفاقد يعني أن احنا هنقلل من حلقات التداول وما يخشش فيها وسطاء ونراعي التنوع والتوزيع الجغرافي لتلك المستوزعات آه يعني أول مخزن هو في محافظة السويس ولكن بالتأكيد كل المخزن الاستراتيجية اللي حيتم يعني وضعها بعد كده يا دكتور هتكون بتراعي هذه الخطة الجغرافية اللي تتحدث عنها بالفعل زي ما حضرتك قلت لأنه سبق وتم توقيع إنشاء أربع مستودعات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى بناء على الدراسات اللي تمت تبقى لمعدلات الاستهلاك من السلع الأساسية بكل محافظة وكل مستودع هيبقى على عم ساحة عشرة فدان هيخدم على أربع محافظات وإحنا من خلال الكلام ده عشان برضو نقول الدولة ما اشتغلتش في المنظومة دي بس ده هيبقى فيه بورصة سلعية مصرية هيبقى عندي مخازن لوجستية هيبقى عندي حاجة اسمها المناطق اللوجستية اللي احنا إن كنتم سمعنا عنها اللي اتعمل زي اللي اتعمل في طانتا مستودع استراتيجي قبل كده اتعمل في طانتا ومعالي وزير التموين هيفتتح يعني ان شاء الله يوم 19 مستودع استراتيجي آخر في معطازة كفر الشيخ كل الهدف من الكلام ده يبقى عندي مخزون استراتيجي يخدم على طول أشهر السنة صحيح وفي نفس الوقت يخدم على الفكرة اللي وجه بيها فخامة الرئيس إن يبقى عندي أسواق مجمعة أسواق تجارية مجمعة عشان يبقى فيها الأسواق صحيح وهذه المخازن الاستراتيجية هتتيح وجود هذه الأسواق المجمعة أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو يزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس من المقرر أنه المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لجميع الأطفال حتى شمل حديث الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية بيتم الفحص من خلال أخد عين الدم من كعب الطفل وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض طبعا هذه المركز مزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية أيضا تم التوضيح أنه في حالة إيجابية العينة بيتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض وبدأ تلقي العلاج اللازم مجانا وفقا للبروتوكولات المقرارة من اللجنة العلمية للمبادرة للمزيد من الإضاحة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد بعد التحية لك دكتور كيف ترى أثر وأهمية هذه المبادرة على صحة أطفالنا أهلا بحضرت أهلا بحضرت يعني هي طبعا المبادرة دي من المبادرة القوية جدا اللي موجودة عندنا دلوقتي واللي بتخش في جزئية يمكن أول مرة إحنا في مصر نشتغل على الأمراض الوراثية وإن إحنا نبدأ ناخد خطوات جادة نحية الأمراض دي الأمراض دي هي اللي بيبقى مسؤولة عن نمو الطفل وهي بيبقى مسؤولة عن تكون الأعقاد فيما بعد الأمراض دي بالذات أول ما بيبدأ تباني الأعراض بتاعتها تباني الأعلامات بتاعتها بيبقى صعب جدا علاجها وقد يكون مستحيل علاجها إنما لما بتعارف بطري بيقدر أن احنا نتعامل معها وممكن الضفل يشفى تماما من البرد ده وبرده يتم تأهيل أهله على التعامل معها بطريقة صحة هو الحقيقة إنه أي مبادرة من يعني مبادرات الكشف المبكر اللي بتتبانيها الدولة هي بتؤدي إلى هذا إلى إنه إحنا لا نصل إلى هذه الأعراض يا دكتور بالضبط وهو ده الطب الوقائي وهو ده رؤية مصر عشان ثلاثين في إن إحنا نقدر نعمل استدامة في الصحة نقدر نحسن الصحة بتاعت الجيل اللي طلع ده يمكن زي ما حالك قلت هو المرحلة الأولى كانت ممكن بس على المتشفيات الأطفال اللي بيبنونه في المتشفيات البرد الصحة إنما في المرحلة الثانية حتشمت كل الوحدات على مستوى الجمهورية وزي ما حالك قلت بناخد العينة من كعب القفل وبتتحلل في المسجد المسجد يستحق بسطرة الأمراض ومجرد لو طلع فيه إيجابي بيبداع على طول على المراكز والعلاج سمعة بتعمل الفحصات الأخطر دقة أو تأكدية يعني وبدأ ياخد علاج بتاعه ومجرد تزيد 42 مركز على مستوى الجمهورية بيقدروا يقدموا العلاج النازم والتوعية النازمة لأهل الطفل اللي لقوا فيه إيجابيات ممتاز جداً أنا بشكرك شكراً جزيلاً دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد أزمة جديدة تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي أعلن ترشحه لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية عشرين أربعة وعشرين حيث تم الكشف عن لائحة الاتهام الفيدرالية ضده وكشفت أنه قد وجهت إليه إحدى وثلاثين تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس إلى جانب ست تهم أخرى من جهته نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيق في الوثائق السرية والحساسة التي تم نقلها إلى ممتلكاته بعد مغادرته البيت الأبيض لها دوافع سياسية فيما تصاعدت الأصوات التي تطالت ترامب بإنهاء حملته الرئاسية للوصول إلى البيت الأبيض عشرين أربعة وعشرين بعد إصدار لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من سبع وثلاثين تهمة للمزيد من الإضاح بينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك الأستاذ ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك أستاذ ماك ما هو تأثير لائحة الاتهام الفيدرالية على موقف ترامب من خوض صباق انتخابات الرئاسة الأمريكية أهلا بك وأهلا بجمهورك الكريم أنا أعتقد أنها أصبحت فعلا ويتش هونت يعني أصبحت صيد السحراء يعني لأن بأمانة شديدة يعني الجميع يعرف أن الحزب الديمقراطي بيستغل قرصة يعني وجود بايدن في الحكم ويعني بيخضع كل سلطات الدولة لإبعاد ترامب بأي شكل من أشكال عن الدخول في انتخابات عشرين أربعة عشر لأنهم يعرفوا علم اليقين إذا كان ترامب في هذه الانتخابات فنثبته في الفوز أكبر بكتير من نسبة بايدن الناس اختاروا بايدن يعني وفقا لمترعات الأمور وأن هناك يعني شك في هذه الانتخابات ولكن كان يمكن أن يكون تغيير للسياسات الموجودة وموضوع كورونا ويعني سوف يحدث تغييرا ولكن عندما شاهد الأمريكان أن إدارة بايدن أضعف كثيرا من الإدارة الصادقة لها إدارة ترامب النهارة الأمريكان بيقولوا اللفظ بتاعنا بس بالإنجليز يعني ولا يوم من أيامك يا ترامب للاقتصاد المتدني لسمع الناس المتحدة الأمريكية التي يعني انخبضت كثيرا في المحفل الدولي فقد الكثير من الحلفاء الاستراتيجيين على رأسهم المباكة العربية السعودية وعلى رأسهم دول في أوروبا إرغام أوروبا على الدخول في هذه الحرب مع روسيا تحقيق يعني مكاسب الولايات المتحدة الأمريكية يعني خط الرجع عليهم يعني وهو اتهمات موجهة لأمريكا وليس اهمات الدلائل ولكن الاتهمات كشيرة أن أمريكا هي التي فجرت خط من الغز يعني اعتقد أنه ما يهم المواطن الأمريكي أستاذ مكوى الوضع الداخلي أكتر هو الاقتصاد الداخلي أكتر من هذه الموضوعات السياسية التي لا تهم المواطن الأمريكي يمكن فيه شيء نحن نعرف تماما يعني سايكولوجية هذا المواطن الأمريكي ولكن فيما يتعلق بخوض خوض الانتخابات الرئاسية لترامب هل هذه المشكلة الوحيدة توجيه تهم له أم هناك مشاكل تتعلق بأنه من الجمهوريين من يريد أن يتقدم أيضا لانتخابات الرئاسة هو فيه طبعا فيه جمهوريين تقدمه يعني نيكي هيري تقدمت بالزبط دي سانتوس تقدم مايك تينسو تقدم هذا لا يمنع أن الحزب يرى أن ترامب خير من يمثله ولا يمنع رفاهية التخلي عن ترامب يعني حزب الجمهوري لا يمنع رفاهية التخلي عن ترامب ليه لو تم فعل الإقصاء ترامب بهذه الطريقة الضغط والضغط والضغط كتلة الانتخابية الخاصة بترامب شخصا هتنسحب من الحزب الجمهوري وده معناته أن الجمهوريين هيخدوا الكونجرس والبيت لبيض على مدار العشر عقود العشر سين القدام العاخد القادة فلا يمنع حزب الجمهوري رفاهية التخلي عن ترامب يعني خلي بالك هما مش يعني مش حابينه ولكن لا يملكوا رفاهية التخلي عنه دمرة واحد دمرة اثنين خبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة لأن تقالوا أن كل ما يتم الآن من محاولة عرقالة ترامب لا توقفه من الترشح من درجة أنهم قالوا يستطيع أن يترشح من داخل زنزانته ويحكم الولايات المتحدة من داخل الزنزانة تفيل يعني 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 الدستور بعض الفقاء بيقولوا لا أو التعديل الاربعتاشر مدى ثلاثة بتقول لو تم إذانته فيه اتهام جنائي يعني خاصة في موضوع جورجيا وهو ده أهم حاجة من إذن المدى التعديل الاربعتاشر للدستور وهو يعني محاولة تزيون الانتخابات يعني هو بيقولوا اتهاماته منه كان يريد 11 ألف سبت جورجيا دي اللي ممكن تكون عقبة لكن موضوع 6 يناير اعتقد أنه فيه دلائل كافية ضده موضوع مرالوجو اعتقد أن يعني ما فعله فعله مايك فنس وفعله بايدن وفعله كولين باول يعني والكثير من الزعماء السياسيين عندهم وصائف إلى الآن موجودة فاعتقد أن ما يفعله الديمقراطيين أنا بأعتقد بقى أنه حيكون شد في صالح ترامب وحيكون شد في صالح أن يكون هو الضحية أمام كتلته الانتخابية ويمكن أن تدخلنا فيه يعني في حالة من العنف إذا ما تم بالفعل وضع ترامب تستجن وده محتمل على فكرة يعني يقول أنه ممكن أن يتم اعتقاله وتجنه في وفق الانتخابات الجنية وأختارها هي التآمر وتعطيل العدالة أعتقد أن ده ممكن يفجر يفجر عن سلوات المتحدة الأمريكية لا نعرف العين الصيام وحط في اعتبارك يا صديق العزيز أن فيه 400 مليون حت السلاح سلوات المتحدة الأمريكية 80 مليون منها بس اشتروها أنصار ترامب من 2020 لغاية النهارة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل أستاذ مك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من نيورك بعد الفاصل نعود بحوارنا الرئيسي في حديث الأخبار مع الكاتب الصخفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وهذه القراءة في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وأحداثها المتلاحقة بعد تصريحات الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بأن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو وهو ما يطرح سؤال متى تلجأ روسيا لاستخدام السلاح النووي وهل تمثل تصريحات بوتين مجرد تهديد أم يتحول هذا التصريح لواقع فعلي في المقابل يستعد البنتاجن لمساعدات للدفاع الجوي الأوكراني تقدر ب2 مليار دولار عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية يدور الحديث مع ضيف الكاتب الصخفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قندين أهلا بحفظ أهلا بحفظ أستاذ عبد الحليم كيف ترى تصريحات الرئيس الروسي فيما يتعلق بنشر أسلحة تكتيكية نووية طبعا في بيلاروسيا يعني أنا أرى هذه التصريحات في سياق عام نبهت إليه في مقتبل العام الجاري أنه العالم داخل في مرحلة تحفز حربي هذا التحفز الحربي لا أحد يعلم على وجه اليقين إلى ما يمتد وهل يخترخ الصخف النووي أم يبقى في حدود الصراع بالأسلحة تحت النووي حتى لا نقول التقليدين لأنه فيه الفكرة الأساسية أنه فكرة القفز من الوابع الراهن الذي هو أنه فيه حرب مفتوحة بين خمسين دولة أو أكثر من خمسين دولة في مقابل روسيا في الميدان الأوكراني ومسقوفة بشيء واحد هو عدم التحول النووي اتنين فكرة عدم امتداد الحرب إلى جغرافيا خارج أوكرانيا هل هذا الكلام سيستمر أم لا؟ أنا أعتقد أنه أرجح أنه يستمر على هذا النحو لأنه السباق الذي نراه في أوكرانيا لحشد الأسلحة و دفعها إلى الميدان سباق ظاهر جدا ثم أن الحرب أو الهجوم أو من يسمى الهجوم الأوكراني المضاد الذي ظلوا يتحدثون عنه على مدى شهور طاويلة بدأ ربما الفرق أنه تحول في الإسم من هجوم الربيع إلى هجوم الصيف نتيجة التأخير المزاد والمنقح ولم أعد أحد يجادل في بدء هذا الهجوم روسيا سبقت بالإعلان عن أنه بدأ الإعلان الروسي تدرج في مستوياته وصولا إلى كلام الرئيس بوتين في نفس التصريح والإعلان الأمريكي بدأ مشتترا من خلال الميديا الأمريكية ثم فليديمير زيلنيسكي الرئيس الأوكراني في لقاءه مع رئيس وزراء كندا اليوم قال أنه بدأ بالفعل وأنه مشتمر منذ أيام وبدأ منذ نحو أسبوع طيب أيضا ذكر الرئيس الروسي يعني نقطة تتعلق بالدخيرة وأنه الجيش الروسي يمكن يعاني من نقص في الدخيرة والمصانع الروسية تعمل على حل هذه المشكلة هذه الجزئية في التصريحاته بدأت ملفتة جدا لأنه بافتراض أنه في معاناة في الأسلحة الحديثة أو ما اسمها الأسلحة الحديثة في هذه الجزئية لا أحد يعلن في العادة هذا الكلام طيب لماذا أعلن يا أستاذ عبد الحريم من وجهة نظرك يعني؟ أنا طبعا رؤيتي لهذا الكلام أنه ينطوي على قدر من الخدع لأنه يستطيع أن يرد بالجزء الثاني أن المصانع تعمل بأقصى طرقتها على الجزء الأول الذي هو نقص الأسلحة الحديثة فأعتقد لاحظ أنه بوتين في الأصل رجل مخابرات يعني ثم أنه الوقائع على الأرض خلال الأسبوع الذي مضى من الهجوم الأوكراني تثبت أنه يعني إيه نقول إيه عشرة صفر يعني في النهاية فيه عجز للجيش الأوكراني واللواءات التي أعدت لهذا الهجوم خاصة اللواء 47 الذي درب تدريبا أطلنطيا عاليا كما يقولون يعني جرى إلى الآن لا نعرف ماذا سيجري في الأيام المقبلة لكن إلى الآن جرى صحق موجات الهجوم المتاجهة إلى جنوب دوميتسيك أو المتاجهة إلى زابرشي صحق لأنه فيه جانبان في الإعلان عن هذا الهجوم طبعا الجانب الأوكراني لا يعلن أي نتائج صدر عن مسؤول عسكري إيراني تصريح مرفة اليوم أن الروس يبلغون في الإعلان الخسائر لكن كل حرب لها خسائر يعني فكرة الاعتراف الضمني الروس لم يتحدثوا فقط بمبلغات لفظية شفعوا قراءتهم للوضع ودعايتهم عن الوضع بالصور وبشرائة الفيديو الظاهرة جدا اللي أصبحت منتشرة في الدنيا كلها والتي حاول البعض حين رأى في أحد الفيديوهات محراثا أو يعني كذا أنه يقول أنه دي مش ليوبارد طبعا فجاءت بعد اليوباردات اليوباردات الحقيقة الدبابة الألمانية ليوبارد 2 فخر الصناعة الألمانية الحقيقة أصبحت مسخرت الأسبوع الفائد بمناسبة أن حدق ذكرت حلف شمال الأطلسي يعني بستعد الحلف لأكبر منورات يمكن حربية جوية في تاريخ الحلفة الأسبوع المقبل هل هناك رد روسي متوقع على هذه المنورات؟ لاحظ المسرح يعني الحلف الأطلنطي من أيام أجرى منورات ضخمة جدا في البحر الأسود مقابل رومانيا شارك فيها نحو 24 ألف جندي وجرى استخدام أسلحة الحقيقة أصبحت سمعتها خارج التاريخ زي هايمرسو وكلام من ده بعد أن نجح الروس في إبطال مفعول السحر الذي نسم إليها في نفس الوقت كان هناك منورات في بحر البلطيق أيضا ومنورات الجوية المعدلة لاحظ أن الروس أجروا أيضا منورات في بحر البلطيق ومنورات في المحيط الهادي وطلعات جوية مشتركة بالقاذفات الاستراتيجية من بحر الصين إلى بحر اليابان هذا ما أقصده بالتحفز الحرب يعني إيه؟ يعني المناورات هذه كانت تجري في العادة إلا حسن الإعداد والتدريب تدريبات إنما هذا العام المناورات تشبه بروفات حروب صحيح يعني ليست فقط مجرد يعني التهيئة أو تحسين أجواء الاستعاب العسكري بين قوات حلف الأطلان فإنت بصدد حالة من التحفز إلى حرب هل النتائج في أوكرانيا لو استمرت على هذا المنوال الذي بدأت به الجولة في عجز عن الاختراق لأنه الذي حدث أنه كان فيه ثلاث جبهات جبهة دونيسيك وجبهة زيبوريجيا وجبهة خيرسون خيرسون جرت أعطلها لوقت قد لا يطول أسبوعين ثلاثة أسد طعا نكيجا لانفجار السد لأنه ببساطة غرق الهجوم الأوكراني في هذه النقطة أيا ما كان مع أن أوكرانيا تقول أنه الهجوم الروسي يعني هذا الانفجار السد هو أخر الهجوم الروسي الروس منذ فترة أخذوا موقع مواقع دفاعية ومن سخريات الكلام أن أحد المسؤولين العسكريين قال أنه القوات الروسية تتخذ أوضاعا دفاعية هي في الأصل تتخذ أوضاعا دفاعية وكانت تبني خطوط دفاع حصينة وتنتظر هذا الهجوم الأوكراني والقاعدة أنك لا تستطيع الجمع في نفس الوقت بين الدفاع والهجوم لابد أن تستوعب هذا الهجوم وتصده وتشله ثم تعاود الهجوم هل هذا ما تفعل القوات الروسية الآن؟ ما تفعل القوات الروسية من فترة سوى معركة بخمط الذي لاتحدثنا عنها من قبل وبعض المعارك الأخرى في مارينكا ووصولا لكراسني ليمان وكوبيانسك وتحت أفدفكا فمعارك محلية محدودة متفرقة إنما بصفة عامة القوات الروسية في أوكرانيا كانت تتخذ مواقع دفاعية ولدى أول اختبار حتى الآن كما قلت في أول أسبوع ثبت أن هذه التحسنات قوية جدا وإن الأسلحة الروسية التي أدخلت استخدام سلاح الجو وتدمير دبابات ليبارد بالصواريخ وإلى آخره أعتقد وإلى الآن نقطة الضعف الأوكرانية أو نقطة الضعف الغربية الحقيقة لأنه إحنا عندنا فيالق أجنبية وغيرها يعني موجودة في الميدان أمريكية وبريطانية وبولندية وغيره وإما إضافة لخبراء إضافة للتخطيط إضافة لخدمة الأقمار الصناعية إضافة للمعلومات المخابرات فلا نستطيع بدقة أو بصدق أن نصفها بأنها حرب غربية بقناع أوكراني ضد روسيا فنتائج الحرب في الأسبوع الأول من الهجوم الموعود لا توحي أبدا بمقدرة على التقدم الغربي في الميدان ولا توحي أبدا أن الشعارات المرفوعة من نوع استعادة السيطرة على الأربعة أقاليم أو إضافة إليهم شبه جزيرة القرب لا تبدو أبدا في حكم الشيء الواقعي أو الممكن التحقق ولا حتى دفع روسيا إلى التفاوت طيب إذا كان هذا الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا يعني من وجه نظرك أستاذ عبد الحليم هو لا يحقق أهدافه إلى الآن هل تعتقد أنه هذا ممكن أن يدفع الناتو لضم أوكرانيا إليه في اجتماعه القادم؟ بالطبع لن تتورط أمريكا لن تورط في نفسها في فكرة زي ضم ليه؟ لسبب بسيط أن كل ما يمكن أن تحصل عليه أوكرانيا من الانضمام للناتو حصلت عليه بالفعل حتى بلد كاستوراليا ليس عودة في الناتو بلد من مجموعة الأنجلوس أكسون أه أتكلم عن أنه ده F-18 من الخردة أو التي توقف استخدامها أو كذا أو كذا هل الـ F-18 ولا الـ F-16 التي ينتظرونها في القريف أو في نهاية العام ستفعل شيئا؟ أكيد ستحسن من أداء القوات الأوكرانية لكنها لن تحقق سوى إطالة مدى الصدام دون إمكانية لتغيير الحقائق على الأرض الحقاق اللي بتقول ببساطة إذا كنتم تريدون التفاوض فلتتفاوضوا على أساس من الوقاعة العسكرية على الأرض ولن يقبر طبعا الطرف الغربي التسليم بالهزيمة التي تبدو نظرها متدافعاتا طيب مدى عن مهاجمة يعني أوكرانيا هذه الأونة لمناطق داخل روسيا هذه الهجمات يمكن تزايدت بشكل كبير والبعض بيرى أن روسيا يعني لا تقوم بما يلزم لصد أو منع هذه الهجمات هذا كلام في محله تماما والروس وأولهم الرئيس بوتين أشاروا إلى هذه النقطة لكن يجب أن ندرك ما أشارنا إليها من قبل أنه المساحة الروسية هائلة جدا وممتدة ومثل هذه المساحة الهائلة الممتدة من المحيط إلى المحيط يعني تكون دائما عرضة لمخاطر من كل اتجاه لكن في نفس الوقت هذه المساحة الهائلة توفر قابلية لامتصاص الصدمات وأنا ألاحظ أنه لو مددنا النظر لثلاثة أسابيع مضت معدل ضرب مناطق حدودية في روسيا بالمسيرات أو بغير المسيرات يتراجع يعني لاحظ مثلا بيلجرود في بيلجرود كانت الهجمات التي تزعم أوكرانيا أن مجموعات روسية تبين أنها بولندية هي تحارب بوتين ودخلت فيه على الأقل في الثلاثة أسابيع اللي فاتوا الحديث عن ثلاثة هجمات تمت بالفعل ألاحظ في الأسبوع الأخير اللي بدأ فيه الهجوم يتطور من اللساعات المتفرقة على الأراضي الروسية إلى محاولة التقدم الأرضي أي بمجموعات متقدمة تمهيدا للاستجلاب قوات أكبر ضعف في نفس الوقت ضعفة اللساعات أو الهجمات المتفرقة على الأراضي الروسية خاصة الأراضي المجاورة إلى الأقل في كل الأحوال لا أحد يملك إمكانية أو رفاهية التصور أنه لن تحدث هجمات على مناطق روسية لكن في النهاية لا تحدث ولكن بعض يتحدث على أن روسيا يعني كما قلنا لا تقوم بما يلزم لصد هذه الهجمات بوتين أشار بنفسه إلى ضرورة تحسين الدفاعات الجوية صحيح؟ وده صحيح وفي نفس الوقت هناك إشارات على بعض تحسن الدفاعات الجوية سواء في إسقاط المسيرات أو كلام من ده أو قلة الخسائر أو ترجو الخسائر أيضا هجمات المسيرات بعضها جرع مجددا على أجزاء من شبه جزيرة القرم لكن هو العنصر الحاسم في النهاية إذا كانوا يقولوا كورا جوان فالحرب أراضي بصرف النظر عن الكلام عن مشروعية ضم هذه الأراضي أو عدم المشروعية لأن كل حرب لها روايتان ونحن نعرف الفجوة الهائلة بين الرواية الروسية والرواية الغربية حول ما يجري في أوكرانيا فهل هناك إمكانية لتقدم غربي لاسترداد أو استعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها روسيا إلى الآن لا تبدو من مؤشرات تدعو للثقة في إمكانية تحقق هذا الهدف كليا أو جزئيا حتى لو نجحت بعض هذه الهجمات في إحداث اختراقات لأن ما جرى هو جس الجبهة البحث عن نقطة ضعف للدخول منها أفضل اختيار لأن الوقاعة كلها صارت معروفة والمفردات معروفة أفضل اختيار لأوكرانيا هو أن تدخل من زبوريجيا إلى الطريق في اتجاه شبه جزيرة القرم لكي تقسم القوات الروسية إلى جزئين وإلى آخر هذا الكلام طبعا يعني التكتكات مكشوفة هذه المشكلة لا توجد إمكانية لمفاجأة يعني الأمر مختلف عما جرى في سبتمبر وأكتوبر عام 2022 هنا كانت قوات الجيش الأوكراني توحي بأناس تتقدم إلى الجزء الغربي من خيرسون ثم انطلقت إلى خاركوف ما جرى في خاركوف وقتها من انتحاب القوات الروسية الموجودة في شرق خاركوف أو خاركيف تحت ضغط الهجوم الأوكراني المفاجئ أنا أعتقد كان واحدة من علامات الخيبة في الميدان الروسي تشبه أحيانا الخيبات المتفرقة الخاصة بنقص الاستعداد القتالي في بعض المناطق الروسية التي تهاجمها أوكراني لكن هم اشتوعبوا الدرس عادوا تنظيم خطوط الدفاع قرروا هم بذاتهم انسحاب من الضفة الغربية لنهر دينيبرو وعادة تنظيم الخطوط وبناء تحصينات تشبه وهذه المفارقة مجرى في الحرب العالمية الثانية يعني فيه مفارقة انه في مقابل تكتيكات حديثة التكتيكات القديمة تثبت فعليته صحيح أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل شكرا لوجودك معنا وشهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من حديث الأخبار على شاشة أكستر نيوز شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء